حياكم الله مك عبدالعز السلطان المرمش الشمري عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك باحث علمي فلكي رئيس قسم المراصد الفلكية مدينة الملك عبدالعز المتقنية والآن متقاعد من عام 1439 هجرية حياكم الله في حائل في محافظة موق منطقة حائل وموضوع الزلازل خاصة الزلزال لضرب تركيا وسوريا هذه الأيام هو زلزال قوي جدا وصل إلى تقريبا 7.8 من 10 درجة وهذا يعتبر زلزال مدمر وأعتقد أنه أقوى زلزال يضرب تركيا والمناطق هذه منذ ما يزيد عن مئة عام تأثيره والارتدادات على الجزيرة العربية بشكل عام وعلى الخليج العربي والبحر الأحمر كما هو معلوم أن هناك حزامين حزامين ناريين زلزاليين يحيطان بالجزيرة العربية الحزام الأول جهة إيران وهذا هو الأخطر على الجزيرة العربية بشكل عام خاصة الخليج العربي والمناطق المحيطة بإيران من جميع الجهات وهذا الزلزال أو الشريط الزلزالي في إيران وصل تقريبا في أحد الأيام أنه حصل الزلزال في إيران وصل تقريبا إلى 7.5 من 10 درجة يعني زلزال رود بار في إيران عام 1990 في 21 يونيو الساعة 12.5 ليلا قوة الزلزال وصلت إلى 7.4 من 10 درجة وفي أي وقت احتمال أنه يتكرر أشد من هذا الزلزال خاصة هذه الأيام من خلال تحرك الشريط الزلزالي اللي هو الحزام الناري في تركيا تقريبا ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار مرة واحدة دفعة واحدة تحرك الجهة أوروبا فبالتالي قد تتحرك الصفيحة الإيرانية الصفيحة الأسيوية باتجاه تركيا تقريبا ما يزيد عن ثلاثة أو مترين فهذا الصفيحة مرتبطة مع بعض هذا الارتباط قد ينتج عنه زلزال قوي في إيران قد يصل إلى 7.5 أو 7.9 من 10 كما هو متوقع في حالات زي الحالة الطارئة الآن وبالتالي لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة في الخليج العربي أنت أي زلزال في إيران سوف يؤثر على الخليج العربي وبالتالي على الدول اللي مطلة على الخليج العربي بشكل عام فزلزال إيران لم يتحدث عنه أحد الزلازل في إيران خطيرة جدا أيضا هناك شريط زلزال آخر حصل زلزال في صعدة في اليمن في 11.1.1941 ميلادي قوة الزلزال 6.5 درجة توفي أكثر من 1200 شخص في ذلك الوقت يعني ما كان في كثافة سكانية في عام 1941 توفي 1200 شخص وجرح أكثر من 200 شخص في صعدة بليا من جنوب المملكة العربية السعودية وهذا قد يتكرر أيضا في أي لحظة بالنسبة لصعدة وجنوب المملكة فنحن محاطين الآن بهذين الحزامين الناريين جهة الغرب الحزام الناري التركي اللي هو بعدين سوريا الأردن فلسطين ومصر وبالتالي أيضا حصل زلزال في العيس في المملكة العربية السعودية قبل أكثر من عدة سنوات وبالتالي عام كم حصل بالنسبة لزلزال العيس توقع عام تسعمية وتسعة ألف وتسعمية ألف أربعمية ألف تسعمية وتسعة ألفين تسعة ألفين وتسعة ميلادي فبالتالي أيضا هناك شريط زلزالي كان أثاره العيس بالنسبة لزلزال العيس طبعا كما معروف تم ترحيل جميعها لقرية العيس وحصل زلزال بطول أكثر من عشرة كيلومتر بفتح تقريبا مترين إلى متر ونص من خلال الزلزال هذا اللي هو زلزال العيس ولكن الحمد لله كان متوقع أنه يحصل انفجار بركاني وتم التحذير على أنه هناك انفجار وبركان ولكن فقط زلزال وهذه من الأشياء التي تعتبر من المخاطر النائمة يعني أنه في أي لحظة تحصل في أي موقع كون الشخص يجي يقول لك والله المملكة أو الجزيرة العربية في مأمن من الزلزال ما هو صحيح لسنا في مأمن من الزلاز وخاصة المحاطين بهذه الأحزمة النارية من جهة الشرق ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال وهذه الأحزمة النارية لا بد يكون لها تأثير على الجزيرة العربية بشكل عام وخاصة الخليج العربي الخليج العربي هو مصدر الحياة بالنسبة لدول الخليج بشكل عام فلو حصل أي زلزال في إيران يزيد عن سبعة ونصف درجة فهيؤثر مباشرة على دول الخليج وخاصة البحر الخليج العربي بشكل عام وهذا يؤثر على جميع منابع البترول والنفط في الخليج العربي والجزيرة العربية بشكل عام طيب أنت تكلمت قبل شوين زلزال الاس فتح فتحة عشرة كيلو حتى شوفناها بتركيا الفتحات اللي يطلع هالزلزال هذي وش وش نتيجة الاختلال في طبقات الصخور الجوفية يعني تعرف بعض الحيان على حسب بعد الزلزال مركز الزلزال عن سطح الأرض بعضها نحن سبعة كيلو متر بعض الحيان عشرين تلاتين كيلو فتحة سبعة كيلو الداخل تقريبا هو الفتحة اللي تظهر لك الآن فتحة عادية ولكن قد تكون نتيجة من الأسفل إلى الأعلى وهذا الفتحات هذه تعتبر خطيرة جدا يعني في أي لحظة يحصل أي خلل في هذه الطبقات في داخل الصخور مع بعضها ونتيجة وجود هذه الفتحات يحصل الزلزال ولذلك أول شيء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالأخواننا المسلمين في تركيا وفي سوريا وأن يرحم الموتى وأن يشفي الجرحة وأن يعوض على من فقدوا مساكنهم وأملاكهم بهذا الشكل ولكن هذه إرادة الله فوق كل شيء ولا رادة لقضاء الله وقدر طيب نتكلم عن الدرع العربي هل ممكن يسوي ساعة بالنسبة للدرع العربي كما هو معلومة الجزيرة العربية على صفيحة الدرع العربي بشكل عام والدرع العربي تقريبا يمتد من جبال أجا في حايل ويمتد إلى جبال في القصيم وإلى الطاعف ومن إلى جهة المدينة المنورة فهذا الدرع العربي صفيحة متماسكة بإرادة الله سبحانه وتعالى الخلل في الدرع العربي في صعدة في اليمن جهة اليمن فهذه الصفيحة عندها اختلال قوي جدا في جهة صعدة وجهة اليمن واحتمال في أي لحظة أنه يحصل هناك زلزال في المواقع هذه طيب الدرع العربي ما يمكن أن يكون يساتر حماية الدرع العربي هو المشكلة أنه كله صفيحة متكاملة يعني لو لاحظنا أن هناك دراسات على أن البحر الأحمر ينزح باتجاه الخليط تقريبا عدة سنتيمترات سنويا هذه الصفيحة كلها تتحرك باتجاه الشرق من الغرب إلى الشرق وهذا تتحرك لو حصل أي زلزال أو حصل قد تتسارع الحركات في هذه المواقع وبالتالي تمثل خطورة كبيرة جدا فنسأل الله السلامة للجميع يعني البحر الأحمر يتحرك سنويا تقريبا في دراسات في مدينة الملك عبدالعزيزيون التقنية وفي قسم جوفيزيون مدينة الملك عبدالعزيزيون هناك دراسات قياسات للبحر الأحمر باتجاه والخليج حيث ضيق الخليج عدة سنتيمترات سنويا والتالي تنزاح الصفيحة كامل من جهة البحر الأحمر باتجاه الشرق وهذا سنويا يتم قياسه؟ تقريبا سنويا بالدقيقة والثانية فيها أجهزة تقيسة جميع التحركات هذه ويعني البحر الأحمر يتسأ؟ يتسأ بسنتيمترات غير ملاحظ صعبا لازم أجهزة طبعا أجهزة دقيقة جدا في قسم الجيوفيزيا وهذه الأجهزة معروفة ومتابعة الوضع طيب طلع كلام من يعني من فلكيين يقولون في الجزيرة العربية في مأمن في مأمن لا أنا قلت لك أنه اللي طلعوا يعني كنت أتمنى البروفيسور الدكتور عبدالله العمري تقريبا باعتباره رئيس قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الملك السعود وأنه يطلع ويتكلم عن هذه المواضيع باعتباره تقريبا الأستاذ الأول على مستوى المملكة ومستوى العالم العربي قسم الجيولوجيا وخاصة دراسات على الجزيرة العربية وعنده دراسات كثيرة جدا وأتمنى أن الدكتور عبدالله يطلع ويوضح على هذه المواضيع بشكل عام أما الهوات والذين يعني يتكلمون بدون أي تخصص أو بدون أي مجال في مجال الجيولوجيا فلا يأخذ بكلامهم عادة العبرة في المتخصصين في قسم الجيولوجيا وخاصة الأستاذ الدكتور عبدالله العمري شكرا